ثمن أعضاء مؤسسة حيا كريمة جهود وزارتي الهجرة والتخطيط في دعم المشروع القومي الكبير حيا كريمة الذي أطلقه الرئيس السيسي كما توجه كذلك بخالص الشكر إلى المصريين في الخارج الذين ساهموا في مساندة المشروع جاء ذلك خلال فعالية إطلاق حملة التبرعات الأولى للمصريين بالخارج لصالح مبادرة حيا كريمة من جانبها أعلنت ليلى بانس مستشارة إدارة ثروات بالولايات المتحدة عن جمع أكثر من 362 ألف دولار حتى الآن لصالح المشروع القومي مشيرة إلى الاستمرار في جمع التبرعات لصالح المشروع والترويج له في أواصل المصريين بالخارج عبر المنصة الإلكترونية